عروس شمال إفريقيا أكبر الدول العربية نساحة خليط متجانس بين العراقة والحدافة عرس نسج بخيوط ذهبية ونقوش تحمل في طياتها تراثا جزائريا أصيلا أهازيج زغاريد رائحة حناء تملأ الأرجاء تفوح من عرس جزائري أصيل والثالثة يا سوطان في كل آية العظيم يقرأ وهي الشبان شبان هاد زمان الله رأي لستبي يصرفوا بالكدر يقرأ الله هم من قصة ديائرة ماما تشحال لا تفرجنا شعب أنت عرسك هاشي نصفه الجانب بنتي خاسك تشوف العرس كيف ايه يا جو بنتين ورأي لكات حتى أنا كنت أدك هكذا وجو يخطبوني وكي هذا حتى أنا لم يمشوز كم مديرو كيري كتين هكذا كي يعجباتك يا بنتي هوا جا شونا مدخليني عروسها شو الأرفطان ودرديني حتى أنا لكلامنا ياك ياك بنتي ياك لا إن شاء الله نعملك خير خيفانا شوية خيفانا ياك ما تخافش بنتي شو الأرفطانك يعبينها توجو غير عارطونهم بالأرفطان توجو غير شدة تكون كاينة تتزين العروس التلمسانية بأبها حلة للقاء عائلة العريس مرتدية المنسوجة التلمساني الذي حيك بخيوط الفضة وزيين بالحلي البراقة مطيعة لما تمليه عليها والدتها التي ترافقها في كل خطوة تخطوها نحو حياة جديدة فلسفة الزواج في الجزائر تعتبر مثلها مثل أي زواج في العالم خاصة الدول العربية لكن الزواج التقليدي بصفة خاصة في الجزائر يتم عن طريق تعارف بين الأمهات يعني أم العريس وأم العروس بحيث أن أهل العريس يروحوا لأهل العروس في دارهم يطلبوا إيدها من دارهم وبس يتسمى من الموافقة تولي ملك ليه بمعنى أنهاء خطيبته وسط الزغاريد تتجه النساء من أهل العريس إلى منزل العروس للتعارف ورؤيتها أخوات العريس يرتدين الحيك السفساري الذي تزينه خيوط ومطرزات صفراء تعلوا رؤوسهن الشاشة السلطانية ترسل موائد الطيفور المعبأة بالحلوة الجزائرية الشهيرة بأشكالها المنوعة من المقروط المعجون بالعسل واللوز والعريش والقند نقول لها بنتي خرسك الرجل كي شوفك المرأة تعرف حقوقك واجباتك هذه هي في الدنيا تحدي نحن عارفين التربية نحن عارفينها كي شنقول لك المرأة بيأت أين مع عيالها وخيالها علش خطارينكم علش كل شي وقالك كل سبعة بصمعه ايوة جميلة خسنا نشوف العروسة ولترسيم الخطبة تحمل والدة العريس خاتما تقدمه للعروس كهدية يطلق عليها التملاك أي أن الفتاة منذ هذه اللحظة أصبحت لفلان يقدم أهل العريس الحلية التقليدية والمطرزات الأندلسية والبرانس والجبب المعروفة بالقنادير وهي تعكس التراث الأندلسي الضاربة في عمق مدينة تلمسان ويظهر جليا في المنسوجات الحريرية والقطنية وتصاميمها يقدم أهل العروس أصناف الحلوة المغلفة بأطباق زجاجية وأشرط ملونة مثل ياسمين اللوز والمخبس والمشوك فضلا عن تقديم القهوة والحليب تعبيرا عن بدء حياة بيضاء واعدة فاستفتحها النساء بالصلاة على سيدنا محمد معلنين القبول وسط حفلة يطلق عليها الملاك سيدنا محمد اللهم عاجل علي معسكر مدينة الأمير عبد القادر الجزائري رمز المقاومة الجزائرية تقع في شمال غرب الجزائر أصيلة بأصالة عاداتها العرس في معسكر كباقي الأعراس الجزائرية الأخرى رغم اختلافه في بعض التفاصيل قضويا النس جيبوا الزغراتات العروس جيتا يمللت البنات قضويا النس جيبوا الزغراتات العروس جيتا يمللت البنات للت البنات للت البنات العروس جيتا يمللت البنات أنا جانا نخطبوا البنت من عندكم عجبتنا بزيف مواليها ملاح ناس هزين اللايبيرك معنا ما نعيبوا فيهم وولدي مثالي اللايبيرك معنا ما نقولوا الحمد لله نسقصوا ونشوفوا نسقصوا ونشوفوا ونشاوروا الكبار تعارف لقاء وقبول فعلى الرغم من بساطة زينة عروس معسكر إلا أنها تشع حياء وجمالا قبلة على رأس أم العريس بكل حياء نابع من موروث ثقافي ورثته عروس الجزائر من جداتها بعد اللي طوم الموافقة المبدئية وهذا إجراء لابد منه في الأول يتفاهموا باش يجيوا الرجال من بعد وهذا هو اللي يسموه لكمال الحاج جلالي جئناك اليوم نطلب منك المصاهرة أن تزوج لي موكلتك عائشة بنت الحاج حمد لموكلي إبراهيم ولد سعبد القادر على كتاب الله وسنة رسوله سيهشام أزوج لك موكلة عائشة بنت سلحاج أحمد البكر المجبرة لأبيها إلى موكلتك براهيم والسلحاج على كتاب الله وسنة رسوله بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد إذن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عالم غير مضو بعليهم والضال آمين تبدأ الفرحة بسكب الحليب في أكواب فخارية نقوشها تستلهم من رموز إيحائية قبائلية تساعد في دمج الموروث الجزائري متعدد الأصول في وحدة واحدة ويقدم مع الحليب التمر الجزائري يليها أصناف الطعام كطاجين الزيتون الجزائري والكسكس المزين بالدراج بات الألوان الزاهية والمحشوة بالمكسرات من البندق والفول السوداني والتمر المطبوخ بالعسل تختتم جلسة لكمال بأصناف من الحلوى الجزائرية ورائحة شاي زائد الحلاوة تعبق في المكان ترجمة نانسي قنقر بعد قراءة الفاتحة والاتفاق على كل ما يدفع للعروس من ذهب وفضة ومهر وهو ما يسمى باللهجة الجزائرية الدارجة الدفوع تنطلق العروس في سباق مع الزمن تقصد الأسواق الشعبية والمحالة التجارية لتجهيز كل ما يلزم بيت الزوجية من أثاث ومفرشات ومطرزات لا يمكن أن تجد بيتا جزائريا يخلو من الزرابي ذلك الفرش الصوفي المليء بالألوان القبائلية الجميلة والستائر المعكوسة ذات الطراز العثماني والملاءات الخفيفة التي تحتل مكانة في التقاليد المحلية أزياء تقليدية وأقمشة منوعة أخرى تعكس عراقة الماضي وروح الحاضر تبدأ العروسة توجد في التروس الساحة واللي هو بزاف كبير حتى أنه كاين مثل شعبي يقولوه في الزاير أنه زواج لي لتبيرها عام بمعنى أن العروسة تكون طول السنق طول العام وهي توجد لهذا العروس لأن العروس لازم تكون في أبها حلاليها تكون بزاف هيلة بزاف روعة تكون ملكة في ليلة عرسها ولهذا تقوم بتخيط كل الألبيسة اللي تحتاجها في ليلة عرسها اللي تلبسها واللي هي ليلة تصديرة ليلة التصديرة تعني بالعمية الجزائرية ليلة عرض الأزياء العروس تعرض ليلة العرس أمام النسوة كلما قامت بتجهيزه لهذا اليوم من مطرزات مرسعة بالأحجار الكريمة كما تعرض الملابس التقليدية من الحايك والقفطان والجبب المبهرة يرافق ذلك الغناء الشعبي وقرع الطبول تتنوع أزياء العروس بين الكراك العاصمي المكون من الكنزة التي تصنع من قماش خاص يدعى القطيفة تظهر عليه تطريزات بهية والجب القسنطينية والوهرانية والجب العنابية والقفطان المغربي مطرزات ونقوش فنية تتباهى بها العرائس توارثنها من لباس أميرات الأندلس بفوق الألبيسة التي تجهزها العروس كذلك هي مكلفة جداً بزاف تخطوها تعتمد على خيوط الذهب وخيوط الفضة المرسعة بالعقيق ومرسعة بالمرد أستيليزا كتسواغ اللي تلبتهم العروس بزاف للاقي يدخلوا في الألبيسة بالنسبة للألوان العروس تلاقي تكون انتليزانة في اختيار الألوان اللي تكون ألوان فاتحة ألوان اللي تعطي الفرح والتفاؤل اللي تجعلها ملكة في ليلة عرسها شبه هذه صبرنا الحمام مرحبا بكم الحاجة هذه المقامة الحمام مرغوبة عند العرائس هذا اللون وهذا اللون نتبع حتى المقامة جي الفوطة جي هاتف الفوطة لا أنا جب حتى غاية جب هذا محاس محاس حبي تبدي هذه الفاليزة حبي تبدي البنك معها مع القرقاض هذا طاقم كامل هذا المنديل هذا تبديلوا العروس لما تخرج من الحمام لما تخرج من الحمام مرحبوا لي اللون لكان جنيع أسواق تراثية تمتاز بها الجزائر بما تحويه من تنوع وثراء لا يكفيها يوم واحد للتسوق بل أيام عديدة تنضيها العروس في الأسواق التقليدية تنتقي من الأقمشة الزاهية بألوانها ونقوشها والمفروشات والمستلزمات العديدة من لحف ووسائد وبسط وسجاد تجمع بين رونق الماضي ولمسة الحاضر اشتركوا في القناة موسيقى مزألة الكلفة هي فعلا تكاليف باهدة جدا سواء على عاتق العريس أو على عاتق العروسة لأن العريس لابد أن يقوم بشيء مهم جدا ألا وهو الدفوع الدفوع هو أن يدفع لها ثمن معين وعلى غيران التقم من الذهب مثل الفارير أو مصيبعات مصيبعات لأنها سبعة أساور لهذا سميت بالمصيبعات هناك المسكية هناك الخامسة الخامسة عندها دولارة رمزية عندنا ألا وهي أنتحضها من العين وهي غالية جدا فكل الذهب خاصة في الآوينة الأخيرة فهو مكلف وغالي جدا تمتاز المصوغات الذهبية في الجزائر بنقوش إسلامية أندلسية المسايس والامسابعة والمسكية مجموعة من الأساور ذات أشكال مختلفة مرصعة بأحجار ثمينة ومن حلي العروس المناغش أما كرفاش بولحيا فهو سلسلة طويلة مدفورة مرفوقة بمغلق وميدالية ولا يفوت العروس الجزائرية اقتناء الخاتم الأندلسي الجميل دور دور يا صائب الكاس والفنجان واللي يزيد في النشوان ويضوي هذا الامكان هو الأندل والشمعة والترية والنغمة مكل ألحان يتجه أهل العريس مع مجموعة من المدعوين إلى منزل العروس لإحياء ليلة الحناء يحملون معهم الطبق وقد وضع بداخله جهاز العروس من العطور والملابس والحلي لتتباهى به العروس أمام الحاضرين وسط الزغاريدي والأهازيج المعروف بالتقدام يتغنى الحاضرون بخصال العريس والعروس الحنة رمز للسعادة والفرح وماء الزهر رمز المودة واللطف يمتز جانمعا لمضاعفة الحظ السعيد موسيقى موسيقى أم العريس أم العريس تتباهى أمام الحاضرين بما أحضرت من ذهب دليلا على تقدير العروس وإكرامها وعلى مكانتها لدى أهل العريس خطيها أباسي كانابس والحية من أنتم بابتها من 5 أشهر من مشال يعطيها من سنة العلم من تعرفها وإحفظ الباب يقدم أهل العروس موائد من أكلات محلية تقليدية تفوح منها رائحة التراث والأصالة كالمحمر والحريرة والكسكس المزين بالزبيب والمكسرات اشتركوا في القناة تربطها للان عروسة بخوة مدهب تربطها للان عروسة بخوة مدهب والرقبة طويلة مثل سنان هدي عدق دماغ بعد وضع الحناء والقطع الذهبية في يد العروس تلبس قفازاً أبيضاً مضرزاً ويلف جبين العروس بخيط الروح الزروف الخيط الحريري المرصع بالذهب والأحجار الكريمة بخوة مدهبية بخوة مدهبية بخوة مدهبية حناء يا حنينة جابها العرب حناء يا حنينة جابها العرب تربطها للان عروسة بخوة مدهب تربطها للان عروسة بخوة مدهب حناء يا حنينة جابها العرب حناء يا حنينة جابها العرب تربطها للان عروسة بخوة مدهب تربطها للان عروسة بخوة مدهب المترجم للقناة 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 أغنيات وأهزيج تملأ أرجاء المكان تتزامن معها رقصات تقليدية من روافد الموروث الثقافي كل ذلك في جو بهيج يعبر عن الفرحة والبهجة والأصالة المترجم للقناة يحطونها بيضة اللي لازم تدوس عليها هاد البيضة بمعناتها أنه أيامها كلها إن شاء الله ستكون بيضة أنه فال أبيض ليها موسيقى 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 person موسيقى 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 ولهذا الفنتازية القوم يعني عنده دور كبير في إحياء عرس وإحياء الحفلة وإحياء كل هذه المواسم البهيجة ولا بدكم فيها القوم ولا بدكم فيه بارود الدليل على الرجولة والدليل على الشهامة كذلك وفي نفس الوقت يكون فيها دليل على شهومة العريس ولا بدكم فيه بارود في حفلة زفافة في العرس العريس يعني البارود حاجة دليل على الرجولة لكل هذا الأمر اشتركوا في القناة ما زال عرس اليوم رغم الحداثة يحتفظ بالموروث الثقافي الخيالة ترافق العريس والعروس بلباسهم الحربي في مشهد يحيي تراث الآباء وبطولات الأجداد وفي منظر بديع يعبر عن اتصال الحاضر بالماضي يزور العرسان في مدينة معسكر النصب التذكارية للأمير عبد القادر الجزائري في دليل على تماهي الحدود بين الماضي والحاضر وحضور الروح الوطنية يلتقط العرسان الصور التذكارية تحت شجرة الدردارة التي بويع تحت ظلها الأمير عبد القادر الجزائري قبل غروب الشمس تستقبل والدة العريس العروس على عتبة عش الزوجية بالتمر والحليب تحمل هذه العادة دلالات وموروثا ثقافيا أصيلا يتمنى بدء حياة العائلة الجديدة بالسعادة والنقاء تحتفل العروس أمام بيت زوجها بصحبة مجموعة من قريباتها في جو بهيج ترجمة نانسي قنقر 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 في العرس تعد الزاير وفي الغرب تعد الزاير نلقا أهل العروسة وأهل العريس يرقصوا أو كما نقولها يلعبوا ونلقاوا بالرقص أو اللاعب يهزك كتافه ويستخدم عصان وبدا ما نسميها رقص نسموها لعب وهذا احترام للجنس الزكري ورقص في الجزائر له خاصي أنه ولد من رحمة المقاومة الجزائرية والدليل على ذلك أن هذه الرقصات هي رقصات بطولية حربية سواء في أدائها أو في لباسها حيث نجد أن الرقص أو هذا اللاعب يلبس عباءة فضفاضة مع سروال فضفاض ونسموه سروال اللوبيا لأن هذا الرقص يكون في نفس الوقت فارس ولعب موسيقى 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 بشكل واضح ملفت للانتباه ببعن أنه هذا عرص تلمساني من خلال الزي ألغو تلبس القفطان القفطان اللي يكونوا جابوه لها وتكون شادة ويغطوا لها وجهها بالحيك يعني تخرج من غطية بالحيك تلمسان تخرج من ضربها وهنا يطلب العرص تبدأ السهرات الموسيقى المختلفة بما فيها القرقابول الموسيقى الأندلوسية الجميع يكون يستنى فيها برا يستنى خروجها وكي تخرج يبدأ له كورتاج دوروا بها في البلاد فأنحاءت المسان كلها العروس التلمسانية تخرج من بيت أبيها مرتدية القفطان تلف العروس بالحيك التلمساني المصنوع من الحرير فيغطي وجهها موسيقى ينطلق موكب العروس في جو بهيج وسط قرع الطبول التي تسمى الفقيرات موسيقى ترافق الخيالة موكب العروس إلى بيت زوجها موسيقى موسيقى أخوات العريس وقريباته حديثات الزواج يستقبلن العروس الجديدة على أنغام موسيقى القرقاب ويؤدين الرقصات الشعبية التقليدية وهن يرتدين الملابس التقليدية التراثية كالقفطان والجبة وغيرها موسيقى 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 يستعرض الخيالة مهاراتهم التي توارثوها عن عادات القبائل الجزائرية موسيقى وينثرون روح الهمة والحماس لدى المحتفلين يلفت الخيالة نظر الجيران بحركاتهم مع إطلاق البارود تعبيرا عن الفرحة والسرور ولإشهار هذا الزواج لدى الجميع موسيقى 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 كما في معسكر تستقبل العروس في تلمسان بالتمر والحليب تعبيرا عن بدء حياة صافية بيضاء مع عائلتها الجديدة موسيقى 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 أم العريس تهدي العروس مفتاحا راجية أن يفتح الله عليها بالخير موسيقى 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 دورك موسيقى 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 عرصتنا حشمانة تحشم هادك الورضة و هادوك اللي نقتل البيضاء دي فوقهم هادك يسمى ري تفتحك الورضة هادو المعنات عذاك العقل بالمعنى عرصتنا حشمانة و ري ماشا تفتحك الورضة في بيتها اشتركوا في القناة يمتطي العريس الحصان العود ثم يرتدي الرداء الابيض التقليدي البرنوس ليقوده فرسه الى عروسه برفقة الخيالة الفنتازيا و في تقليد تراثي اصيل يلوح العريس بالبرنوس و يلقيه على اصدقائه وسط اطلاق البارود و رقصات الخيالة تستقبله والدته بسلسلة الخمسة الذهبية لتحميه من العين كما في موروثهم الثقافي ثم تقوم اخته وهي مرتدية القفطان التلمساني بمسح العرق عنه و في تقليد جزائري اصيل يدخل العريس ليحيي عروسه ويرفع عن وجهها الغطاء يقف العروسان وسط الاهل والاقارب لاخذ الصور التذكارية لتبقى راسخة في الذاكرة مدى الحياة تتزين العروس بالشدة التلمسانية التي تعتبر من اجمل الملابس التقليدية في الجزائر والمستوحى من لبس اميرات الاندلس تتكون الشدة من تاج مخروطي مطرز مرصع بالاحجار الكريمة يلفه خيط الظروف وتتدلى من التاج المناغش وتعل صدر العروس مجموعة من السلاسل التي تسمى الشرتلة لوحة فنية ترسمها العروس والنساء بملابسهن وازيائهن التقليدية الازياء التي تأثرت بحضارات مختلفة فضلا عن اللباس الهندي الذي مزج برمسة جزائرية عباءات ملونة مليئة بالنقوش كالدراعة المنصورية والجبت الصيفية وكذلك الكراكو العاصمي والتنورة لبليسي نسمي هذه الليلة الليلة التصديرة حيث أن العروس طول الليلة وتكون تعامل عرض أزياء كل نص ساعة تلبس لفتة جديدة وتروح تغير تعوي تلبس لفتة جديدة وهكذا حتى تكمل الليلة يكون حواليها بثات ناس تقطوا صور يغنيوا معاها يقصوا معاها يفرحوا معاها العروس التلمسانية بأزيائها البراقة وألوانها الزاهية كأنها أميرة زمانها ترسم لوحة تراثية جميلة بعد ارتدائها للقفطان والشدة التلمسانية تستعرض جمالها بالكراكو التلمساني كما هي عادة عرائس تلمسان في عرس تلمساني آخر يجتمع أصدقاء العريس في بيته ليجهز نفسه لليلة العمر كما هي العادة في البلدان العربية الأخرى يحضر الحلاق إلى منزل العريس ليزينه وسط فرحة الأصدقاء والأهل ويشارك الخيالة بلباسهم الحربي التقليدي ويطلقون البارود في مراسم العرس في وقتنا الحاضر أصبحت أغلب الأعراس الجزائرية تقام في صلاة مخصصة ومجهزة بكل متطلبات العرس ورغم دخول مظاهر المدنية والتحضر على العرس الجزائري إلى أن بنات وأبناء الجزائر مازالوا يحافظون على ملامح العرس الجزائري التقليدي الأصيل اللباس التقليدي وتفاصيل العرس الموروثة والموسيقى والغناء التراثي البديع ما زالوا حاضرين في العرس الجزائري الحديث بقوة وكما لبست عروسنا الأولى الشدة التلميثانية تلبس هذه العروس شدة تلميثانية بهية أخرى مزينة بالتاج والحلي والمجوهرات تزين يديها نقوش حناء جزائرية أصيلة نقشتها يد فنانة مبدعة هذا هو العرس الجزائري يجمع شتات العادات والتقاليد المختلفة الأصول في ليلة واحدة ويحيي التراث من سباته بسماته وببسماته ويستحضر روح الماضي من خلال روايته لقصة ألف حضاري بديع ممتد في الزمن ويفرد نفسه على الحاضر ويبقى يخط طريقه للمستقبل ترجمة نانسي قنقر ويبقى يتبني المترجم للقناة المترجم للقناة